اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بيكون يعني بيصير كارثة عملاقة بيكون يعني خلاص النت اخر همنا سؤال الثاني عندنا من مازن السلمي ويقول ويش يفضل اللعبة لك في 2014 2014 باقي لسه ما خلصت فيها علعاب جدا خرافية بتنزل بعد شهرين الى 4 شهور الى 5 شهور منها فار كراي فور منها اساسين كريد يونيتي منها بيتل فيلد هارد لاين فالالعاب لسه يعني كثيرة ومنها دستني برضو بالمناسبة يعني فالالعاب لسه ما خلصت في لسه باقي العاب كثيرة لكن الى الان يعني اذا انت مستعجل تبغى لعبة على سريع كده الى الان افضل واتش دوكز يعني هي ما نزل افضل لعبة نزلة السنة هذه الى الان الى الان فقط يعني تركز على الى الان لسه باقي العاب كثيرة تنزل هذا الرأي الشخص طبعا بالنسبة الواتش دوكز سؤالة بعده منسلومة ويقول كيف ممكن ندعمك ماديا او اذا قدرت ساعدك بشنو اكثر طريقة تدعمني فيها ماديا فانو تضغط على الاعلانات لموجودة المقطع اي اعلان اي اعلان تضغط عليه بيفك لك صفحة ثانية حق الموقع المسوي اعلان ده تقفل الصفحة ترجع الكمل المقطع وبس كده انت تدعمتني ماديا بزيادة ترى يعني فرق عملاقي يعني اما تضغط على الصفحة هذي او تضغط على اي اعلان وتقفل لان هو يحسب بالضغطات ما يحسب بس أن تفرجت الععلان ولا لا ويحسب بس يحسب قليل فيا هذا بالنسبة للمادية وبالنسبة يعني أنا أفضل للمعنوي يعني أفضل لحرجة الدعم المعنوي أكثر من المادي والدعم المعنوي يكون باللايك بتشجيعه في الكومنت نقض البناء يعني أنك تقول شيء كويس يعني أنه أوكي تر في خطأ في المقطع في الدقيق هذه الصوت كم مرة مرتفع كذا كذا حاول المرة الجاية ترفع المادري إيش وكذا يعني أنا استفيد تر من الكومنتات البناء نقض البناء ذا زي ما يقولون وكل التحسينات قاعد صيف مقاطع حقتي من الكومنتات يعني أني قاعد أحس أقرى الناس أشوفون يبغون وأحسنها في المقاطع حقتي فأهم شيء يدعم المعنوي أكثر من الدعم المادي وبالنسبة لللايك اللي يقول لي الشطن وبات ترى يعني اللايك أول شيء دائم معنوي والشيء الثاني أنه يظهرني في نتائج البحث مع أنه خاصة اليوتيوب ما صار يأخذ بهرجة اللايكات والمشاهدات وكذا صار يظهر عشوائيا في نتائج البحث لكن برضو يساعد اللايك في الأشياء هذه فأيا برضو اللايك مهم ترى حط لك إذا أعجبك المقطع مئة 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 سؤالي بعد من مازل برضو السنو مئة توقع هو نفس السؤال الأول ما أدري أتوقع يال خلينا نشوف ليش الجوال أول جوال لك وليش رميته الجوال لي كان العنيدة الأزرق اللي شاشته صفره هذا وبيكسلات وكان لعبة الثعبان فيه هو الحماس يا رجل كان السنيك مرميته أطيت الواحد من أهلي لكن هو عد خاص قاعد معه سنة سنتين وراح مع السلامة سؤالي بعده برضو من الشقر دي أكيد هذا السؤال الثاني غير الأول أوكي لو نزل جراند على البلاي ستيشن فور هل راح تتغير القصة؟ لا ما راح تتغير القصة اللي راح يتغير هو الجرافيكس بيصير أحسن اللي راح يتغير برضو هو عدد اللاعبين في الأونلاين بيصير أكثر في مودات حصرية بتكون للأجهزة الجديدة وبرضو الناس بيقدرو ينزلون مودات يعني خارجية مور رسمية من اللعبة على الناس اللي عنده بي سي أو اللي قاعدين اللعبون اللعبة على البي سي سؤالي بعده من يوسف جاسم ويقول كم طيطة ليبة سنايبر إليت زي ما قلت في الفيديو حق هيتلر آخر فيديو سويته في سلسلة سنايبر إليت 3 أعطيها تقريبا ثمانية من عشرة برضو روح تفرج الفيديو إذا يعني تراجع اللعبة سؤالي بعدهم بدل عتيق ويقول هل راح تكمل انتحاري؟ لا لا لأنه خلاص ما عصار عندي أفكار يعني أن أسويها في انتحاري خاصة يعني في الجرن الجيت فجرن المادري إيش فأصار عندي أفكار سويها وما أبغى أكرر لأنه خاص بيصير طفش والشي الثاني أنه حماس بتلفيل 4 مو زي حماس بتلفيل 3 فمني لقى أحد ألعب معاه اللعبة فا يعني الشباب ما كانوا يلعبون بتلفيل 4 زي ما يلعبون بتلفيل 3 فا يه ماني قاعد أسوي انتحاري سؤال السابع من عمار ويقول متى تسوي السيتاب حقك؟ ما توقع نسل السيتاب لأنه مو بذاك الشي الخيالي الخنفشاري الواو وبعد الطاولات اللي أنا قاعد عليها أو البي سي محطوط عليها جدا خايصة فما توقع نسل السيتاب إلا إذا فبعدين غيرت الطاولات سوي شي خنفشاري سيدها في السيتاب با أوريكم هو لكن حاليا جدا جدا تقليدي يعني أي كومنتاتر عند هذا السيتاب فمرة جدا تقليدي سؤالة بادة من يوسف خميس ويقول ماذا هو أفضل جراند على البي سي أو البلاي ستيشن؟ بالنسبة لي أفضل جراند هو آخر جراند لهو جي تي اي في طبعا موجود حال البلاي ستيشن 3 حاليا وبالإكس بوكس 360 لكن بعد شهرين إلى أربع شهور بينزل على البي سي والبلاي سيشن 4 والإكس بوكس 1 فهو جي تي اي في هو أفضل جراند عندي إلى الآن سؤالة برضة من يوسف خميس يقول متى راح ينزل جي تي اي ستة من أربعة إلى ستة سنوات جاية فهو لا تستعجل عليه مرة فهو روق روق يا بوي سؤالة بادة ما هي الأخطاء في واتش دوكس على البي سي أخطاء الأداء يعني ناس تكون بي سياتهم مرة قوية وما يقدرون شغلون اللعبة وناس بي سياتهم مرة عشوائية كده تشغل اللعبة فهو يعني فيه أخطاء عشوائية جدا في الأداء أداء اللعبة على البي سي على البلاي ستيشن والبي سي وجميع الأجهزة الذكاء الاصطناعي جدا مضروب فيه كده ضربات للذكاء اصطناعي انت تكون قاعد كده لحالك ما تسوي شي فعجي يجيك واحد كده يتمشى عندك كده قاصد يبي يقفطك والشي الثاني بعد انه فيه أخطاء في أشكال الشخصيات يعني فيه مثلا شخصيات تظهر لونها أسود شخصيات ما تظهر أصلا شخصيات تختفي ففيه أخطاء كثيرة في اللعبة لكن بدها تتصلح يعني في الأول الأخيرة ما تصلح تشوف إلا أخطاء البي سي اللي هي أخطاء الأداء وبس ماذا أول لعبة ختمتها بالقناة من أبو رشود أوكي أبو رشود أول لعبة ختمتها كانت ردد الزومبي وكنت صراحة استمتعت فيها جدا وكنت من أول ناس اللي يختمونا في المجتمع العربي فأذكر بس فيه واحد كان قبل يمنزلها في مقاطع أونلاين أتوقع اسمه زيزو تايجر فيا لكن إن شاء الله إن شاء الله أني يكون أول واحد ختمته بالمجتمع العربي سؤالة بعدها من XFX سعودي وش اللي شجعك على اليوتيوب؟ وش اللي شجعك على الكومنتاترز؟ وش من اللي أعطاك الفكرة؟ اللي شجعني على اليوتيوب إنه كنت ألعب لحالي زبان فأبغى يعني أحد ألعب معهم فشفت الناس في اليوتيوب قاعد يعني الكومنتاترز ناس قاعد يلعبون معهم فبرضه أنا قلت يالله أبسوي في القناة بس عشان الناس تلعب معي كان هذا هذا في الوحيد من اليوتيوب إنه بس أبغى أحد يلعب معي فسويت القناة انبسطت في الفكرة بصراحة وكومنتاترز وكذا وناس صرت تسولف معاهم وناس صرت تلعب معاهم اللي شجعوني على الفكرة أولهم من أيام زمان طبعاً لأنا قلت لكم بعد اليوتيوب من زمان فناس موجودين في الحين منهم أبو كحل فيصل صاحب قناة Gamer's Community GC إساي Gamer عادل باقي موجود إلى الحين إبراهيم خليل أرب Gamer's باقي موجود إلى الآن اثنين منهم ما عادل قناة واثنين منهم باقي موجودين فهم اللي شجعوني على اليوتيوب وبصراحة يعني أشكر رغم بصراحة لأنهم حسسوني كأن فكرة اليوتيوب جداً رهيبة وهذا أنا مبسوط في اليوتيوب فيا شكراً لكم سؤال البعدة من AX AX5005 يقول متى تعلمت القيادة ومن اللي علمك؟ تعلمتها تقريباً من أولو متوسط سادس بداية أتوقع بعد أشي اسمها سادس بداية أتوقع بعد سادس بداية يعني عبداتي المتوسط تعلمتها أنه كيف أسوق وكيف أسوق عايد وكذا لكن ما سوقت يعني بس كذا أنه أوكي ألفلف أماكن فاضية أمشي في شوارع فاضية يعني شي جداً مرة أبو كلب فبعدها تقريباً من سنتين يعني ثاني ثانوي أو سنة ثانية ثانوي تعلمت كيف أسوق أو كيف أمشي في الشوارع أو في الأمة وخذية رخصة وكذا يعني فالوضع صار في ريب من سنتين فياه لحالي فأياه لأن أبوي ما أمري شي معي في كل الشوارع وكذا قال لي يروح مين يساف فتقريباً هو أبوي هو اللي علمني كل شي فأه سؤال أبادف من مفهي ويقول وش وضع البث المباشر بالنسبة للوقت البث المباشر بيكون إن شاء الله منتظم شويتين بعض رمضان لأنه خلاص بما أنه نقلنا على اليوتيوب يعني خلاص صار كل شي على اليوتيوب من الحين البث على اليوتيوب أفضل من تويتش لأنه تويتش كان ناس كثيرين يقطع عنده بسبب أنه تويتش يحتاج أنه اللي يتفرج مو اللي يتفرج يكون عنده نت مر نت مر قوي عشان يتفرج البث المباشر فنقل البث على اليوتيوب بسبب أنه أقدر أبث على دقات جداً عالية وما يحتاج نت يعني جداً خيالي عشان تفرج على البث إلا عاد إذا حصلت مشكلة أو شي بحول تويتش مرة ثانية وعاد بقول لكم إذا حول تويتش فإلى الآن نحنا على اليوتيوب قاعدين مبسوطين إن شاء الله بثه بعد رمضان هينتظم شويتين ونحط له مواعيد وجدول كده وحركات ونزر زحفين فهيا ثالث سؤال بعده مقرنات دبيس ويقول المقطع رقم ألف في قناتك وشناه وتحطه مادري لكم إن شاء الله 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 يكون مفاجأة يعني تكلمت واحد من الشباب وتقول لياّ ش what is right فأعطاني خبر على الان لكن إن شاء الله إن شاء الله يطلع شي مفاجأة السؤال الثالي برضه من مقري ويقول ليش ما تغير مكان السيتوب لأن فيه أصوات خارجية من الشارع تخريب الكومنتري عطي شهرين إلى شهرين ويوباة بغير لك الغرفة بكبرى يعني بروح من غرفة داني أصلاً لأن الغرفة هذي شوي كده خارج على الشارع فبأزبن في غرفة جوه فياه السؤال بعده من حسوني يقول ليش أحسن The Last of Us ولا The Walking Dead شخصياً بالنسبة لي وفضل The Last of Us لأنه يعطيك خيار القصة ويعطيك الجيم بلاي يعطيك الجرافيكس فيعني فيه أشياء كثيرة في اللعبة يعني تدفع شيء تأخذ أشياء مرة كثيرة هذا الشيء الشيء ثاني إذا أخذت قصتها حلوة لكن ما أحب طريقة أنه ألعب بس كنا قاعدة تفرج على فيلم والقرافيكس حقها كرتوني شوي فما يستهويني القرافيكس الكرتوني ذا مرة كرتوني 3D طبعاً مو كرتوني كده 2D فما يستهويني ذا القرافيكس هذا الشيء الثاني لكن هاي طايم تعتمر بمقارنة مرة خربانة لأنه يعني ما تقرأ تقارن لعبة من فئة مغامرات من فئة 60 دولار من فئة AAA في لعبة يعني من مطور يعني توا بادي اللي هو The Walking Dead ويعني جداً رخيصة وما هي ما تكلف مرة فيا ما تقرأ تقارن لعبتين أو ذول في بعض لكن إنت خيرتني بين اللعبتين فأنا أفضل بالنسبة لي إذا لا استفاص بكثير سؤال أخير عندنا اليوم وصلنا سؤال أخير يا رجل حسيت إنسويت إنجاز من مؤمّة العالي اليوم وعندنا يسأل كيف ألعب GTA V Online وأنا في السعودية GTA V Online ما هم محجوب نهائياً وأي أحد عنده اللعب خاص يقدر يلعب GTA V Online ما هم محجوب لكن المحجوب اللي هو اللعبة بكبرى يعني إذا أنت تبقى تشتري اللعبة لازم تروح المتجر الأمريكي يعني تسوي لك حساب ثاني وتقول إن اوه أنا عايش بأمريكا وهذا عنواني لأمريكي وكذا وكذا وتسوي الحساب الأمريكي تروح المتجر الأمريكي تشتري اللعبة وخلاص أبد صارت عندك اللعبة فلكن هي محجوبة في المتجر السعودي فلا تحاول أصلاً تدور عليها في المتجر السعودي فأيا كيف في النهاية شكراً لكم على المشاهدة أتمنى حلقة الأسئلة هذه عجبتكم كانت حلقة الأسئلة شوي طويلة وشوي حلقة راح فيها إن شاء الله حلقات الأسئلة تنتظم تقريباً أسبوع الجاي احتمال الحلقة شوي تأجل لأنه احتمال يكون في عيد يعني وأنشغل لكن إلى الآن ثابتا فما قلت أنها تأجلت إذا قلت أنها تأجلت بأعلن على تويتر أنها تأجلت بقول لكم إيش السبب فأيا تابعوني على تويتر وفي نهاية المقطع إذا عجبتك المقطع حط لايك وإذا أي مقطع في اليوتيوب حتى موانا المنزلة عجبك حط لايك ترى جداً لايك شي رهيب فأيا شكراً لكم أي دقيقة 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 اللي بيأس سأل سؤال هاشتاق أسلشير تحددستروير بالتويتر واشتاني يا بوي لما طلعت أسئلتها ما اسمها ترى ما شفت سؤالك لأنه حاولت تأخذ كل الأسئلة اللي عندنا مرة هذا الشكعة مشاهدة سلام عليكم سلام اشتركوا في القناة